اطيب تحياتي واهلا وسهلا بكم. متل ما بتعرفوا دائما بعمل رودماب خريطة لتعلم البرمجة. ومنركز دائما على موضوع الويب ديزاين. ليش بركز على الويب ديزاين? لانه برأيي الشخصي هو اسرع ما يمكن ان تحصل المال منه. يعني انت بمجرد انك تتعلم بعض الامور فانت قادر على انك تبني مهنة تقدر من خلال بيتك انك تشتغل وتحصل الفلوس وتعتاش من خلال هذه المهنة. الامور التانية الامور البرمجية التاني بالتأكيد كمان بتحصل المال ولكن غالبا انت لازم تكون مرتبط بشركة. يعني انت لو عم تشتغل بهندسة البرمجيات او عم تشتغل بقواعد بيانات والداة فغالبا ما عم نقول مية بالمية ولكن غالبا لازم تكون انت عم تعمل ضمن شركة ضمن نظام شركة كامل. لذلك خليني اعطيكم بهذا الفيديو خطة بسيطة تبدأ فيها تعلم برمجة الويب بحيس انك تحصل المال وبعدين على روا بتقدر تتعلم الامور البرمجية التانية تتوظف بشركة او الامور الاخرى. بداية هذا الفيديو برعاية هوستنجر يلي بتابعني من زمان بيعرف انه انا من فترة طويلة جدا بتعامل مع هوستنجر والموضوع ما عد مجرد اعلان وانما هو عمل متكامل بالنسبة لي. لفت نظري موضوع جديد ضمن هوستنجر يلي هو الذكاء الاصطناعي بحيث انك انت تحصل تماما على الخطة المناسبة لك. لحنشوف اذا بدك تنشئ موقع الكتروني او بدك تعمل نقل لموقعك من سيرفر اخر او اذا انت بدك تختار الخطة المناسبة وممكن انك انت تكتب له بعض الاجوبة. رحضوا قتلوا انه بدي استضافة لبناء موقع انترنت لمطعم. اعطاني شو هي الامور يلي بتحتاجها. تلو بدي وصول اسرع وعرب قائمة تفاعلية من الاسعار والبجابات. ننصحني بخطة البزنس. طبعا من خلال الرابط. بامكاننا مباشرة انه نذهب للخطة يلي عم ينصحني فيها. عم ينصحني بخطة التمانة واربعين الشهر. يلي هي عمليا اربع سنوات. لحما نلاحظ انه المجموع كامل هنا هو ميتين وستاشر دولار. ولكن انتبه انا موجود في المانيا. اذا غيرت الدولة لمصر مثلا لح تختفي الضرائب. واكتب من هيك اذا قمت بتطبيق قسيمة الشراء باسم نور حمصي اللي خاصة بالقناة. لح ينخفض السعر للاربع سنوات لمية واربع وستين دولار. طبعا هذا السعر لخطة البزنس. ولكن بامكانكم دائما تختاروا البريميوم او لو عندك موقع واحد. انا في فضل دائما نختار البريميوم اللي هي بتعطيني لحد مئة موقع. وعم نلاحظ انه في عندي اشهر مجانية. اما بخطة البريميوم اللي هي استضافة المواقع المميزة. لح ملاحظ نفس الشروط اذا طبعناها. لح يكون السعر مية وطنعاش دولار ايضا لاربع سنوات. طبعا هذه تشمل الدومين والاستضافة واشهر اضافية. لا هحكي عن الموضوع بنهاية الفيديو لذلك تابوا معي. طيب خليني اقسم الموضوع لقسمين. اغلبكن وانا متأكد انه بتعرفوا مصطلحات الباك اند والفرونت اند. حتى المبتدئ حاليا بالعام الفين وعرفة وشرين صار بيعرف انه في شي اسمه باك اند وفرونت اند. ولكن بملخص بسيط لحقلكم الباك اند هو المسؤول عن العمليات الرياضية اللي بتصير ضمن السيرفر لحتى تأنتج شيء معين هذا الشيء بياخده وبيقوم باظهاره. اذا كل شيء انت عم تشوفه على صفحة الانترنت على الواجهة الرئيسية هذا اسمه طيب اول سؤال اللي حيختار ببالك حاليا شو اتعلم ولا بدي تتذكروا ببداية الفيديو اني انا كنت عم اقل لك بدنا نتعلم شيء يبني مهنة. يعني شيء انت بالنهاية تقدر تنجلس في موقع انترنت للزبون وهذا الزبون يدفع لك المال. لما لح تروح للزبون وتقول له انا بس بشتغل باك اند او انا بش بشتغل فرونت اند فبالتأكيد هو بده يرجع لشخص ثاني. هذا الشخص الثاني اذا بيعرف باك اند وفرونت اند او يلي منسميه مطور متكامل خلينا نقول اكيد لح يحصل على الشغل اللي انت بتشتغله. ليش? لانه دايما بعقلية الزبون اذا هو قادر يدفع لشخص واحد ليش لحتى يدفع لشخصين. وتخيل حالك انت شخصيا عم بتروح على محل وبدك تشتري طابعة. ولقيت انه الطابعة سعره خمسين دولار مثلا. بعدين لقيت فيه طابعة وسكنر بسعر ستين دولار او سبعين دولار. بالتأكيد انت لح تدفع القليل من المال الزيادة لحتى تحصل على ميزات اكثر. وهذا الشيء تماما لاح يصير. لذلك يلي بقلك يا دائما لازم تتعلم مسار كامل. هنزل مسار ليس بالضرورة انه يكون لا باك اند ولا المهم انه يكون مسار بتقدر انت تنشئ في موقع انترنيت من البداية وحتى النهاية. طيب خليني اصدمكم حاليا بالحقيقة والواقع المر. انا بعرف انه اي فيديو انت لح تدخل عليه عم يحكي عن خارط الطريق لح يقلك انه اتعلم بايتون جافا سكريبت واذي الامور. ولكن انا اللي لح يقلك يا تعلم اذا بدك تحصل المال تعلم لازال الانترنيت لحتى الان اكثر من ستين بالمية منه يعمل على الورد بريس. ومهما سمعت من كلام انه الورد بريس تموت وبي اش بي تموت هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق. لازالت مواقع الانترنت حتى الان مسيطر عليها من قبل وورد بريس وبالتالي البي اش بي. طيب ليش الورد بريس? لانه الورد بريس هي اقوى سي ام اس او نظام ادارة محتوى موجود حاليا على الانترنت في الكثير من الانظمة ولكنه هو الاقوى والاسهل. هلأ انا بعرف كتير انه في اشخاص بيحكوا عن موضوع السيكوريتي. ولكن انت لما بتعلم الورد بريس بالشكل الصحيح فانت ما عندك اي مشاكل بموضوع السيكوريتي. شو بقصد بهذا الكلام? انت بتتعلم الورد بريس مو كيف تستخدم تيمبليتز او تستخدم البلاجينز. وانما بتتعلم كيف تستخدم الورد بريس بالكورة الاساسية الخاص بالورد بريس. يلي هو انك انت تروح الى الورد بريس دوت اورج تعمل له تنزيل تبني قاعدة بيانات وتقوم بتنصيب البرمجية. وهذا كل شيء تحتاجه من الورد بريس. كل شيء اخر انت بتبنيه بالاتش تيميل السي اس اس الجافا سكريبت وبالتأكيد بالبي اتش بي. وحتى تعطي للمستخدم لوحة تحكم سهلة جدا بامكانك تعتمد على بيج بيلدرز مثل او فيجوال كومبوزر او سايت اوريجين اي شيء. انا شخصيا بستخدم الفيجوال كومبوزر بشكل جدا كبير لان بقدر ابني فيه اي برمجية بديها سواء للباك اند او حتى للفرونت اند. لح وضع لكم فيديو بصندوق الوصف عم بشرح يكون الطريقة اللي بيستخدم فيها الورد بريس. لح بتشوفوا كيف بيستخدم الكورد الاساسي. واحد هو وهذا كل شيء. كل شيء اخر انا ببنيه من الصفر. ولكن هل بيعني من الصفر انك انت فعلا عم تبني من الصفر? بالتأكيد لا. نحن حاليا بزمن الذكاء الاصطناعي. بالذكاء الاصطناعي انت بيك في فقط انك تعرف المفاهيم. يعني انت مو بالضرورة تعرف كيف منكتب الفونكشن او كيف منكتب الفاريبل. وانما انت بتعرف انه في شيء باللغات البرمجية اسمه الفونكشن الوظيفة. هذه الوظيفة او هذه الدالة بتعمل شيء معين. هذا الشيء انت حاليا بتقدر توصفه للذكاء الاصطناعي. وغالبا شات جي بي تي طبعا عم نحكي عنه. بتقدر توصفه هو لح يكتب لك الكود. ولازم تعرف هذا الكود اين تضاعه ضمن موقع الانترنت. لاحظوا شو اللي عم اقلكن ياه. تعلم البرمجة حاليا بسنة الفين واربع وعشرين خمسة وعشرين ولاحقا ما هو كيف تتعلم انك تكتب الكود وانما تتعلم كيف تبرمج. اذا البرمجة هي في عقلك تعرف كيف تكتب الخوارزنية الصحيحة وتكتب الامر الصحيح للذكاء الصناعي لحتى يعطيك كود صلب. عفوا يا نور استنى شوي. انت عم بتقل لي انه كل شيء بدي اعمله هو اني اتعلم كيف استخدم الكورد الاساسية للورد بريس. واحد يلي هو لحتى يساعد الزبون يبني صفحات الموقع على الانترنت. وهذا كل شيء? بالتأكيد هذا كل شيء. ولكن انتبهوا اثناء الكلام. انا شو قلت لك انك انت عم تستخدم الكورد ولكن عم تبني كل شيء بالكورد. اذا انا ذكرت في اربع لغات لازم انك انت تتعلمها. وهي هذه اللغات الاساسية في الانترنت. ممكن البعض يعارضني على موضوع البي اش بي. ولكن ما فينا نقول انه الاتشيميل سي اس اس والجافا سكريبت موجودة في اي موقع انترنت. وهي فقط وفقط لغات الفرونت اند. لاحظوا حاليا كيف انتقلت من الحديث عن الورد بريس اللي عم بحكي عن الفرونت اند. انت حاليا لما تنزل برمجية الورد بريس الاساسية. لحينزل معه اساسي. يلي هو حاليا نحن بالعام الفين وعبعة وعشرين. اذا لحينزل لتوينتي توينتي فور. ولكن انت هذا ما بتستخدمها دي بيضل. انت لح تبرمج الخاص فيك لح تعمل موقع انترنت كامل وبعدين بتحول هذا الموقع لشيء برمجي. كيف يعني لشيء برمجي? يعني لح تقوم بفصل وكل هذا الشيء عم بيكون عن طريق نظام محدد معطى لك من الورد بريس. وين لح نستخدم نحن نستخدمها بالتأكيد ببناء الديناميكية اللي بدياها. بحيث انه اعرف كيف استدعي المعلومات من الباك اند الى الفرونت اند. مرة جديدة. مثال توضيحي شامل جدا. لح اوضع لكم اياه بصندوق الوصف بحيث انه تشوفوا. وبهي الطريقة انت بعد ما تنتهي من هذا التعلم انت قادر على بناء موقع انترنت متكامل. ليش? لانه الورد بريس عم يقدم لك نظام ادارة المحتوى. اذا انت قادر تسلم للزبون موقع انترنت هو قادر على التعديل فيه. وهذا موضوع مهم جدا. لحيث انك انت تكون قادر على متابعة الامور البرمجية فقط مع الزبون. وليس التفاصيل. طيب ممكن حدا يسألني هلأ طيب شو بالنسبة للبايثون للنوت جي اس للنيكس جي اس اربطاش وهذه الامور اللي نحنا تملأ الانترنت حاليا. مرة جديدة انا بعيد. من بداية الفيديو انا عم اركز عن موضوع بناء المهنة وتحصيل المال. بدك تبني مهنة وحصل المال. تعلم الورد بريس. اذا حابب تروح بطريق طويل جدا لحتى تتوظف فيه شركة بالنهاية او حتى تشتغل كفريلانسر. فاتجه بالتأكيد على طريق النوت جي اس والبايثون وهذه اللغات. ولكن هذا الشيء ما بيعني انك انت ما تتعلم الامور الاخرى. طيب شو بدنا نتعلم بهذه الامور اخرى? خليني خبركم ياهب الفقر القادم. انت حاليا عم تشتغل بالورد بريس. عم تعمل مواقع انترنت عدت مواقع خلال الشهر عم تاخد مدخول جيد الى متوصل. وانت مرتاح ماديا فواتيرك مدفوعة وكل هذه الامور مدفوعة. وحبيت انك انت تطور نفسك وتدخل بجدية في سوق العمل. شو منعمل? نتعلم بايثون. ليش بايثون? لان شايف الشغل كله اللي عم تشتغله? لاحظ اني انا دايما عم اقول استخدام الذكاء الاصطناعي. لما بتتعلم بايثون تقدر تدخل حاليا ببرمجة الذكاء الاصطناعي نفسه. بايثون لغة سهلة جدا. سانتيكس طريقة الكتابة سهل جدا ايضا. مكتباتها هائلة والتوتريالز هائلة اللي موجودة. لذلك تعلمها بيكون سهل. طبعا انتبهوا معي. لما بقول سهل فما هو انك انت تقرأ كتاب مثلا او تتعلم فيديوهين فانت تعلمت. لا. ولكن سهل بالنسبة للغات اخرى. بالنسبة على سبيل المثال لانك انت تعلم النوت جي اس. عفوا النوت جي اس هو جافا سكريبت. كيف الجافا سكريبت هي اصعب من بايثون. الشيء الجميل بالبايثون ما يسمى بالكونسستنسي. يعني التماسك. تماسك لغة بايثون وطريقة الكتابة اللي فيها بيجعل اغلب المبرمجين بيكتبوه بنفس الاسلوب. يعني انت اي كود بتدخل مكتوب بالبايثون لح بتلاحظ انه يعتمد على مكتبات معينة. بيعتمد على طريقة كتابة معينة لاسمى الكونفينشن. اما الجافا سكريبت. الجافا سكريبت او حتى البي اش بي. فهناك عدد هائل من الفونكشنات لتنفيذ مهمات واحيانا نفس المهمات. لذلك ممكن انك انت تدخل لكود لمبرمج اخر مكتوب بالجافا سكريبت. وتما تفهم اي شيء من هذا الكود. وهذه هي مشكلة الجافا سكريبت ببناء الباك اند. ولذلك ايضا لا تستخدم الجافا سكريبت لحتى تبني برنامج ذكاء الصناعي. على فكرة انتبهوا معي. اي لغة برمجة انت قادر باستخدامها باي شيء. اذا بامكانك انت بالفعل تستخدم الجافا سكريبت لبناء برنامج يعمل بالذكاء الصناعي. ولكن هناك حد تقف عنده اللغة. طيب اذا حاليا عم نحصل المال من الوربريس تعلمنا بايثون لحتى ندخل ببرمجة الذكاء الصناعي. وين بدي روح بعد هيك. انا بنصح اي شخص سواء انت مبتدئ او حتى لو انت حاليا مبرمج وعم تحصل المال. فانك انت تتعلم ما يسمى بقواعد التصميم الاكاديمية. تدخل شوي بالجرافيك ديزاين. تتعلم بعض القواعد اللي بتجعل موقع الانترنت جميل. طبعا انا مع ما قل لك حاليا تصميم بوستر وهوية بصرية كاملة لشركة ولكن على الاقل انك انت تعرف كيف تطالع موقع الانترنت جميل. اذا احتجت لوغو او تعديل صورة. لا موقع الانترنت فانت قادر على التعامل مع برامج هذا الشيء بيجعل منك مؤسسة متكاملة عما تشتغل من وهذا الشيء بيجعل منك قادر ليس فقط على العمل وانما على توظيف الاخرين. انت حاليا لما بتكون فاهم قواعد التصميم فانت مو بالضرورة انك تصمم بريدك. ولكن على الاقل انت قادر على التعامل مع وهذا لما بيعمل لك شغل انت قادر على تقييم هذا الشغل. بنفس الطريقة ليس والضرورة انك انت تشتغل بكل شيء بالبرمج. لما بتتعلم القواعد البرمجية فانت ايضا قادر على توظيف مبرمجين اخرين لحتى يشتغلوا معك. لذلك من المهم جدا انك تتعلم مهارة تقسيم العمل وتبدل مهارتك الفردية بمهارة جماعية. وهذا الشيء بينقلني لفكرة اخرى بعيدة تماما عن موضوع البرمجة. يلي هي تتعلم مهارات التسويق. ايوة شو مهارات التسويق لحقلكن? اي شيء انت بتعمله بالحياة ليس فقط برمج وديزاين. اذا لم تستطع بيع هذا المنتج انت عندك مهارة معينة بالبرمجة لازم تكون قادر على بيع هذه المهارة. عندك موقع انترنت لازم تكون قادر على بيعه. اذا ما انت بعته وحصلت فلوس مقابل هذا الشيء فاذا هو ليس له قيمة. للاسف ممكن هذا الكلام يزعج البعض ولكنه حقيقي جدا. لوحة الموناليزة انت سمعت فيها فقط لانه في شخص سرقها ورفع من قيمتها المادية. بينما لوحات اخرى اجمل بكثير من الموناليزة ولكنها لم تسوق ولم تباع. لذلك ما لها اي قيمة سوقية وانت ما سمعت فيها ابدا. لذلك من المهم جدا تتعلم مهارات البيع وكيف تعمل ما يسمى بالفولو اوب بحيث انك بتابع زبونك تعرف شو تعرض عليه شيء مجاني ويكون في شيء اخر مدفوع. في خدمات معينة ممكن انت تقدمها بشكل مستمر للزبائن وفي خدمات اخرى تتفق معهم على امور ادارية. نأخذ انه كل الكلام اللي عم بحكيه يتمحور حول كيف تبني مهنة متكاملة. لان حتى انت لما بتتعلم التسويق ليس بالضرورة انك انت تسوق بنفسك وانما هتكون قادر لاحقا على التوظيف مسوقين ودول مسوقين انت قادر على الاشراف عليهم. طيب بيبقى معنا الموضوع الاخير يلي لازم انت فعلا انك تحترفه يلي هو موضوع ادارة السيرفرات. بحيث انك انت تكون قادر ليس على حجز دومين وحجز استضافة وانما تكون قادر على امتلاك سيرفر متكامل هذا السيرفر انت بتوضع عليه كافة اعمالك وانت قادر انك تتابع مع الزبائن. وموضوع السيرفر مهم جدا. ليش? لانه السيرفر يتم الدفع له بشكل سنوي. وهذه الدفعات السنوية لح بتلاقيها بعدين هي اللي عم تدفع لك البنية التحتية لعملك كله. من خلال اشتراكات الزبائن بالدمين وبالاستضافة لح تكون انت قادر على دفع الامور الاساسية بعملك وقادر انك تركز على تحصيل الارباح من الاعمال الاخرى البرمجة او التصميم. طبعا ان المبئول امتلاكك للسيرفر الخاص فيك. هذا الشيء ما بيعني انه يكون عندك كمبيوتر في الغرف وانت عم تدير السيرفر. وانما تقدر تشترك بسيرفر باي شركة انت بتختارها وتكون قادر على ادارة هذا السيرفر. يلي بتابعني بالفيديوهات بيعرف انه انا شخصيا بتعامل مع هوستنجر من حوالي عشرة سنوات تقريبا. وانا بقدر دير السيرفرات عبر هوستنجر. واي شيء بدي فانا بلجأ لهم لائما للدعم الفني. وبكون قادر على تحصيل المال من الزبائن. انا بدفع فقط للسيرفر. وهذا السيرفر عم يندفع له من اشتراكات الزبائن اللي موجودين عندي. ولكن هذا الشيء ليس بالضرورة انك انت بالبداية تعمله بشكل متكامل. وانما كانك تبدأ بخطة بسيطة بتقدر تحجز فيها عبارة عن عشر مواقع او عشرين موقع على نفس الاستضافة. هذه المواقع انت بتقوم بادارتها. لما بيبدأ بتوسع عملك بتنتقل من خطة لخطة اخرى. لحتى تعرف كيف تتمسك بزبائنك وزبائنك دائما يتمسكوا فيك. طيب خليني اعطيكم بمثال عملي تعاملي بالهوستنجر كيف انا بقدر احجز المواقع. عم نشوف عندي الخططين اللي هي البريميوم والبزنس. على البريميوم عندي حوالي امانة وكمسين ويب سايت. بينما على البيزنس ستة وعشرين ويب سايت. يعني فقط على الهوستنجر عندي اربعة وثمانين ويب سايت. على الاقل في منهم سبعين ويب سايت مدفوعين بشكل سنوي. طبعا ليش عمقول على الاقل في سبعين? لانه بعض الويب سايتات هي شخصية. متل عم تشوفوا نور حمسي دوت نيت او بعضها هي خاصة بالاعمال. متوسط سعر هاي الويب سايتات هو خمسة وتسعين دولار في السنة. اذا في ستة الاف ستمية وخمسين دولار سنويا عم يتم دفعهن فقط للسيرفر. طبعا الموضوع ما بيقتصر فقط على الدومين والاستضافة وايضا الايميلات اللي موجودة وكل الادارات الخاصة بالزبون. اذا بالنسبة للزبون خمسة وتسعين دولار في السنة لحتى يتخلص من كل المشاكل التقنية بالسيرفر هي سعر مناسب جدا. اما بالنسبة لي كمدير للسيرفر فعندي دفعات السيرفر والباقي هو عبارة عن اتعاب للادارة. كان الاهم من الموضوع كله انه هذا المبلغ هو مبلغ متكرر سنوي يزيد وينقص بالتأكيد. ولكن على الاقل بيضمن لك دخل مستمر. ومتل ما كنا عم نحكي بامكانك دائما تبدأ بموقع واحد يلي هو موقع شخصي لحتى تقوم بالتجربة عليه. ولكني دائما بنصح بخطة البريميوم يلي هي بتوفر لك لحد مئة موقع تحجزهم على نفس السيرفر. والمبلغ الفرق هو بسيط جدا. اذا بتحسب سعر الدومين وبتحسب سعر الاشهر المجانية. طبعا لازم ننتبه انه المئة موقع عم يحصلوا على مئة جيجا. ولكن بخطة البزنس انت عم ستحصل على مئتين جيجا. وهذا الشيء بيعطيك اولا مساحة اكبر لحجز المواقع. وثانيا باندوث اعلى. بحيث انك تضمن اداء ممتاز جدا للزبائل. لاحقا لما بيتطور شغلك وبتصير بحاجة توسع اكبر بامكانها دائما ننتقل لخطة الكلاود. مرة جديدة خطة الاستضافة المميزة لبريميوم لمدة اربع سنوات او عمليا لخمسين شهر. هي لح بتكلفك مية واثناش دولار. اذا تقريبا من زبون واحد انت قادر تسترد هذه التكلفة وباقي التكلفات لح بتكون لمواضيع الادارة. لذلك مهم جدا تعرف تتعامل مع السيرفرات. كيف تعمل باك اوب للسيرفر. كيف تقوم بدقل الملفات. انشاء الاميلات. وجميع هذه الامور. بالنهاية بتمنى اني قدمتلكم مسار جميل وسهل وبسيط لحتى انت تتعلم البرمجة. ليس فقط انك تكتب الكود. وانما تكون مبرمج. قادر على بناء مهنة كاملة. هذه المهنة تحصل لك المال. هذا كل شيء انت لازم تكون عم تفكر فيه على الاقل في السنة الاولى من تعلمك لموضوع البرمجة. بعدين لاحقا بتقدر تطور تقدر تكون عبقري في الرياضيات ولكن في السنة الاولى لا تفكر الا في كيف ساحصل المال من خلال هذه المهنة. انا متأكد انه في اعتراضات كتير على الكلام اللي نذكر بهذا الفيديو. لذلك اذا عنكن اي اعتراض او خطة اخرى بتمنى تكتبولي اياها بالتعليقات. على الاقل ممكن اني صححها بفيديوهات لاحقة. بالنهاية لو اعجبكم الفيديو لاسنوا الاشتراك بالقناة. مشاركة الفيديو هذا كل شيء اليوم. باي باي.